بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهل وسهلا بكم. اه في سلسلة من المحاضرات تحت عنوان. اه نحاول نستعرض بعض النقاط في في خلال خمس دقائق يكون لها اهمية في بتاعنا. معكم الدكتور محمد عز استس طب الاطفال ورئيس وحدة الجهاز الهضب مركبت في كلية الطب جامعة المنصور. انا اخترت موضوع في الاطفال يعني من ضمن الحاجات اللي احنا بنشوفها كتير جدا في البراكتس بتاعنا. واحيانا المانجمنت بيبقى قطأ بيؤدي الى مرتلة ومربادة عالية في الاطفال. يمكن وحنا لما بناخد او بنعمل او بنطلب زي في الغالب ان احنا بنبقى عايزين نجاوب على مجموعة من الاسئلة. الاسئلة اللي احنا هنجاوب عليها دي بناءا عليها بنقدر ناخد قرار في سواء ان احنا نعمل منظر ونشيله او نستنى عليه او نعمل او نعمل او نعمل الاسئلة. الاربع اسئلة دول رقم واحد. رقم اتنين. رقم ثلاثة. هل هو ويتنست ولا ساسبكتد? وهل في سيمتم في الطفل دوت ولا لا? بالنسبة للسؤال الاولاني. احنا بنقسمهم الى ست مجموعة. المجموعة الاولانية بنقول عليها مجموعة التانية اللي هي الباتاريز. مجموعة التالتة الماغنيتز. المجموعة الربعة الشارب فورم بوديز. وبجموعة الخامسة لونج فورم بوديز. ويني المجموعة السادسة اللي هي المسلينيوس اللي هي ما نقدرش نحطها تحت اي مجموعة من المجموعة الخامسة اللي فاتوا. بالنسبة للكوين بنعتبرها زا موسته كومان انجستد فورم بودي في وغالبا بس سبنتونيس لي وتزوج بروبلمز. دي منظر فون بودي اللي هو الكوين وغالبا بيبقى في الابر اوسوفيغاس اللي ان الجزء اللي هو اضيق جزء في في ال جي اي اللي هو مطقة كريكو فارليكس. الحاجة التانية الباتاريز والباتاريز نوعين. فيه الديسك باتاريز ودي اكتر حاجة الاطفال بيبلعوها يعني هي موجودة غالبا في التويز بتاعتهم. رقم اثنين اللي هي السيلندر الباتاريز او اللونج باتاريز. ودي اتناديرا ما عادنا بتشوفها دلوقت ان الاطفال بيبلعوها. غالبا الباتاري ديسك باتاري بتبان كأنها كوين والديفرنشيشن نتلاقي حواليها هالو نتيجة ان هي بتبقى double human. بنقول عليها هالو ساين. الباتاريز احنا بنخاف منها جدا لان الباتاريز بتؤدي الى بيرن وانجري في الوود بتاع القصوفرس وممكن تعمل بيرفوريشن زي ما احنا شايفين كان. الماجنيتز الجديدة اللي احنا بدأنا نشوفها دلوقتي بنقول عليها ماجنيتز يعني قوتها بتساوي من خمسة لعشرة مرات قوة الماجنيتز العادية. الماجنيتز ممكن تاخد الاشكال ديت وغالبا بتممكن تؤدي الى بيرفوريشن في القط. شارب فورم بوديز ديت فيير دينجرس لانه موسلي اتجوز بيرفوريشن اوف زاور اوف زا قط وممكن تعمل ميجريشن سوزة بودي وبيبقى ديفقلت انك انك نقطة تحدد مكانها او انك تقدر تشيلها. دي مثل لطفلة كانت بلعة دبوس. عملنا الاكس ري دي كان المنزر. عملنا سي تي بيانة نهابر فوريتنجرور بتاعة الاستمك. ودي كان منزرها اما عملنا المنزر. كان من حسن الحظ ان الدبوس كان ليه راس وبالتالي كان ارستد في الاستمك ومعملش ميجريشن في البودي. لونج فور بوديز دي ما بتونيقول عليها لونج لو السايز بتاحها اكتر من خمسة سنتي لونج او اكتر من اتنين ونص سنتي في ديمتر. غالبا بتبقى ارستد عند الديو ديو دي. دي مثل لطفلة كانت بلعة معلعة. المسلينيس اما مدرجش ان احنا نحطهم تحت الكاتوجز اللي فاتوا زي الحاجات اللي احنا شايفينها قدامها. السؤال التاني الليكيشن او زا فورم بودي. الجط في بالنسبة لفورم بوديز بنقسمها للثلاث مناطق. المنطقة الاولانية او منطقة الاستمك والديودنام. المنطقة التالتة بيانت زا ديودنام. دي امثلة لفروم بوديز موجود في 3 different sites witness or suspected يعني احيانا يجي لنا الطفل والام ما تكونش شافته وهو بيبلع وانما دخلت عليه وهو يشرق او يقح وماسك حاجة في ايديه او ماسك وحاطت حاجة في بقه فهي بتعتقد ان ساعت ان الطفل يكون بلع حاجة witness ان هي تكون شافته وهو حاطت مثلا جنيه في بقه وبعد كده شرق وبلع symptomatizing ولا لا دي مهمة جدا دايما من نوعه على symptoms زي dysphagia, cough, fever, irritability food refusal, weight loss, dyspnea, drawing, abdominal pain, chest pain, orthosurot يمكن اهمهم drawing refusal of feeding خاصة لما يكون acute onset من خاف انه يكون الطفل بلع حاجة وارستد في الاوسوفرس ودي من ضمن manifestation of oesophageal involvement في حالة في قانون مهم عندنا في الفروم بوديز ان اي طفل symptomatizing بعد ما يكون بلع the front body must be removed دي مثل لطفلة كانت بلع coin وتساب فيها لمدة اسبوع. عما عملنا x-ray ظهر المنظر دوت وبعد كده عملنا من زار دخلنا اتلاقينا coin اللي هو genechan arrested في the upper oesophageus زي ما انتو شايفينه مساكننا بال forceps وبعد كده عملنا له extraction طلع معانا زي ما انتو شايفين بسلام بعد ما نخلص المنظر لازم ندخل تاني ونعمل حاجة اسمها second look عشان نقدر نشوف ازا كان عمل injury للول بتاعت اليومن بتاعت الاوليصفجس ولا لا واضح قدامنا هنا انه هو عمل ulcer باين على يمين والشمال والulcer دي كانت deep ulcer طبعا هي ممكن توصل لمرحة انها تكون تعمل شكرا جزيلا لكم تتابعونا ان شاء الله في الفيديوهات الجاية